مأساة صحية وإنسانية يشهدها قضاء الفهود بمحافظة ذيقار نتيجة حالات تسمم كثيرة بمياه الشرب وسط اتهام سكان القضاء الحكومة والمسؤولين بعدم توفير مياه صالحة للاستخدام البشري الأمراض الجلدية منتشرة بالفهود هنا مستشفى الفهود وحصائيات مستشفى الفهود بالنسبة للتسمم بالآلاف فنحن بالنسبة للمسؤولين مجرد فترة الانتخابات يأخذون أصوات العالم وبعدين نروح الماء سؤون عليها عندي ابني خلال هذه الأزمة ماء الماء صار بي تسمم وهو حالات تسمم مو بس عندي عند جيراني وعند الناس وماء بالخصوص ماء الفوضي هو أصلا ماء مالح ومن ضمن التحليلات المختبرية غير صالح للاستهلاك البشري مدينة يبلغ تعداد سكانها 70 ألف نسمة اليوم أغلب سكانها من تسألهم يفكرون بالنزوح والهجرة من هذه المدينة لأنه الماء هو مصدر الحياة مصدر العيش هذا الماء حقيقة غادر هذه المدينة نتيجة السياسات الخاطئة نتيجة عدم التعامل مع دول المتشاطئة مع العراق بشكل جدي المسؤولون في قضاء الفهود أكدوا أن القضاء يعيش كارثة تتجدد كل عام وأن حل مشكلة عدم مياه الشرب يكون بزيادة الأطلاقات المائية للقضاء قائلين أن قضاء الفهود يشهد زيادة في عدد حالات التسمم نتيجة المياه كارثة نحن نعيشها خلال هذه السنوات وكل عام تزداد علينا هذه المأساة راجينا وضع حل جذري لهذه الحقيقة هذه المأساة إما من خلال زيادة الطلاقات المائية تحسين المياه إيجاد بديل من خلال مثلا حفر آبار حاليا تقريبا من 11.5 إلى هذه الفترة أكو زيادة ملحوظة في عدد حالات الإسهال والتسمم الغذائي أزمة قضاء الفهود وخروج السكان بتظاهرة حاشدة للمطالبة بوضع حل لأزمة المياه تمثل عكاسا للأزمة المائية الكبيرة التي يعيشها العراق منذ عام 2003 وإلى الآن وسطا عدام الحلول الحكومية لمعالجة أزمة الجفاف